السلام عليكم ابنات مرحبا بكم في قناة طردات ام وعاد فيما كتشوفوا اليوم غادي نخدموا هاد ريس لي بجلابها الغوزان ديها غادي نشارك معاكم الطريقة دياله ان شاء الله اول حاجة غا نحتاجوا البرد يارندا عندنا اللي متوفرة كنخدمو بها الخيط ديالنا نبروم على التاتة ديال الشعارات اول حاجة شنو غادي نديرو غادي نخدمو لحبك ديالنا غادي نخدمو لحبك ديالنا غادي نحبكوش علاها غير دريبة دريبة غا نشدو في التوب ساهلة سامبي كيما كتشوفو انا راديش اكنتخدامو حايت هذوك الخيوطة مش ميبرسطونيش غادي نخدم دريبة دريبة في التوب حال هاكا نشلح الخيط ديالي الفوق ندووز البرد من الوسط وكندير غريزة يعني ساهلة مشي الحبكة اللي كندير دريبة وكندير غريزة هادي بحال هاكا ساهلة كيما كتشوفو الخيط دائري الفوق والبرد يالي التحت ممكن شد في التوب صافي يعني مشي شي حاجة اللي صعيبة شفوط طريقة ساهلة هادي نخدم انا واحد المسافة باش ملي نخدم دريس ديالي تباليكم الخدمة ديالنا كيفاش ديالي شفوط طريقة بحالكا نخدم شوية ومرجع نكمل الشكل الثاني اللي فقمنا كيف ما كتشوف من بعد ما ختمت واحد المسافة غدي ناخد حريش جديد باش نخدم الخدمات التانية ديالي شفوط طريقة باش نخدم الخيط القديم اللي كان ديجة ثلالية ونحسب أربعة ديال الغرزات واحد نخليو هادي كل الولاي اللي كيكون مشتود بحالة شدين فيها أول مرة نحنا غادي نضربوه في اللحدة غادي نحسبوه قربعة ديال السنينة وكنشدوه في الخيط كنخدم ديما على الخيط القديم حتى كنغلف عليه وكننخدم عليه مزيال عاد باش كنرجع كنقطعو من تحت كيف ما كنشوفوه كنرجع للجيها اللي دخلت منها الحرير ديالي كنعاود ندير غورزة سافي غلوح الخيط ديالي الفوق بشكل دائري وغنمدن حبك عليه غنشد الخيوط ديالي كاملي وغنحبك عليه غنمدن حبك حتى نعمر الحرير ديالي مزيال وتكون الخدمة ديالي وقفة كيف ما كنشوفوه بحال هكا وغندير نفس العادة ديال الحبكات اللي غنديرت كلها درس غنديرو حتى في الثانية يعني غنمشي على نفس العادة باش يجيوني الدرس عبر واحد شفتوه لبالي يا خاوي ندفع ونزير بالديع نحن نعمر حتى الاخرير ديالي نزيال مزيال ونخليتشي فارغ حانتي لا خليت فارغ من غنزير بغن يقدم عليه الفوق غادي يجيني بحال واحد اللي عوينا محلولة كبيرة وهذا خطأ مخصوش يكون سوف نعمر حتى اللقاء شو سوفي الخدمة ديالي هاي وقفاز واخذية القياس ديال الحبكة ديالي ما كيبانش لكمزين حتش هدها بالفنيزة كيبان داخل سوفي نخلي اللي ساليت فيها وغنجل اللي مورها وغندير فيها غريزة هنشد الخيط القديم مع الخيط الجديد خصني نزير عليه ماشي نديره في فصل الحبكة يتحليه وشبشي غادي ندير نفس العملية نحي 7 و 3 وندير نشد في التوب عود ثاني غن نرجع نفس العوينة وندير غريزة وغنجمع عود ثاني الخيطة يولي كاملين ونبدأ نحبك عليهم نفس العملية اللي بدأت المرة الأولى غنديرها ونعمر عليها جيدا ونعمر عليها حتى هو مزيان وحتى اللخة ومن بعد نشد في سنينة ما شي اللي كانت ديرها فيها العقدة اللي بجنبها وديما ندفع بيدية بش نعمر الحرير ذي مزيان بالحبكة سافي نمشد لعوينة اللي بحدها ده بوصلنا لآخر مرحلة الخوية الخراني اللي كيبقى عندنا سوف نديرو به واحد ضريس مغلف بحبكة واحدة يعني ماشي جوج باش ما غي يجيني او بتاني كبير هاد يرغج لبنية صغيرة كيف ما كتشوفوا كنشدنا ديجا كنتخدمة بالخيط القديم وسلالية هاد ينخلي هاداك الخيط اللي كنخدم عليه ديما ما كنقطعوش كنخدم عليه واحد ضريس عبش نقدر نقطعوه كيف ما كتشوفوا هنا انا ديجا كنتخدمة بالضريس ثلاثة ديال سنينات فكل ضريس ديان كيف ما كتشوفوا كنحبك ملزحة هاد ينشوفوا نعودوا الضريس ثاني هاد ينشد الضريس ديالي الحرير بجوج هاد ينعود ضريبة جديدة انا ما كنديرش واحد حدا واحد هتخصوا بشيبان هاداك الشكل ديال بشيبان هاداك التاج ديالي كنلويجج كنضيح وكندير حبكة واحدة ملزحة وكنعاود نشد كنثبت كل واحدة بوحدها عبش كنمشي الثانية كيف ما كنتشوفوا رسائه الضريس ديالنا بهاد تاج شكل جديد ومختلف جوج تلويج كنثبت ونحبكة واحدة ملزحة صافي ومليه كنوصل للجند كنشد فيه وكنزير بالبيدية بشي الخيط يجي هابط ما يجيش يبقى بخي شفتو بحال هكا وكنعاود نشد في ذاك العوينة اللي كنت ساليت فيه ما بيه الول و الثاني كنت تثبت فيها يعني كنت سالي الدرس الول وكندغت الدرس الثاني قنية الولاني يشد فيه مزيان باش هو باش كنسبت بيه الدرس ديالي كي يجيني واقف وما يبقاش متبول صافي جوج الويات وانحبك حبكة واحدة ملتحت شفتو كيف جوج الويات طالعة كيبان يا سلام جوج رائع جدا صافي نحبك حبكة واحدة ونكمل خدمة ديالي ومالي نسالي نبغي نوصل حتى الاخر ونقطع هذا الحرير القديم صافي ونضير غرزة كما كنتشوفو انا رك نخدم علي واحد المسافة عاد باش نقطعه باش ما ما يجبتش ليه مالبعد ما يجبتش ليه الحرير صافي دب هنا نقطع الخويات اللي يسالي ليه من قبل كيفما كتشوفو هادية الخدمة ديالياليوم ساهلة وضغيا كي يطلع بريس تيهنا اتمنى يعجبكم الفيديو وإلا عجبكم بتنسوش بطابعة الحالي لايك مش يوصل لأكبر عدد دياليالبنات اللي كيسولوا على بريس ما نطولش عليكم والسلام عليكم تالفيديو الجديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة